إذن جلال طالباني هو الرئيس الكردي الأول للعراق والتاسع منذ تأسيس الجمهورية المنتخب لولايتين رئاسيتين يعد جلال طالباني أحد أبرز الشخصيات الكردية في المشهد السياسي العراقي من هو جلال طالباني في التقرير التالي؟ ابن شيخ الطريقة القادرية في كاركوك المولود عام 33 بدأ حياته السياسية مبكرا فمنذ الرابعة عشر انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الالتزام الحزبي دراسة الحقوق والخدمة في الجيش العراقي كمسؤول كتيبة مدرعة كلها عوامل أكسبته حنكة وواقعية سياسية ميزتها حضوره في المشهد العراقي لعقود إضافة إلى موقفه تجاه النزوع لإعلان استقلال كردستان عن العراق كان هذا أحد أسباب خلافه مع حزبه فانفصل عنه عام 75 ليؤسس مع رفاق آخرين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي عرف بحزب النخبة وسكان المدن نسج طالباني للحزب اليساري التوجه شبكة علاقات واسعة مع قوى التحرر العربية والدول الاشتراكية أيام الاتحاد السوفيتي ومنذ أنشئة خاض الحزب مواجهات مسلحة مع الجيش العراقي لسنوات وبعد مجزرة حلبجة وحصار كردستان لجأ مام جلال أو العم جلال كما يعرف بين الكرد إلى إيران انتهت حرب الخليج الثانية وانتفاضة الكرد فردت منطقة حظر طيران دولية فوق شمال العراق وعاد طالباني إلى كردستان تقارب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ليحكم الإقليم معا لكن خلافاتهما القديمة عادت لتنفجر صراعا مسلحا عام 96 تقارب مع الحزب الديمقراطي